تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة يصف فيه الحالة الإنسانية التي وصل إليها سكان قطاع غزة بعد مرور أكثر من 15 عاما على الحصار الإسرائيلي المتواصل والذي ألقى بظلاله على كافة مناح الحياة الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وبات 80% من السكان بغزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية إضافة لارتفاع نسب الفقر والبطالة كل ذلك أدى إلى مظاهر اجتماعية واقتصادية مقلقة مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة جدا وأيضا حالة انعدام الأمن الغذائي ونسبة البطالة ارتفعت بين صفوف الخرجين والشباب بنسبة تفوق أي معدلات في العالم بمعدل 63% هذا التقرير الذي وصف بالهام ولقي ترحيبا من قبل الفلسطينيين كونه صادر عن أهم مؤسسة دولية يكشف حجم المعاناة الحقيقية الذي يعيشها السكان بغزة داعين إلى ترجمته عمليا وإيجاد حلول جادة لإنهاء الحصار والمأساة بغزة الحصار يجب أن يتعامل معه ببعده الحقوقي ببعده الإنساني ببعده الاقتصادي بعده الاجتماعي والنفسي له تدعيات خطيرة على مختلف مناحي الحياة قطع غزة أصبح مكان غير ملائم العيش في ظل استمر هذا الحصار وتدعياته على مختلف مناحي الحياة وخلف الحصار الإسرائيلي على القطاع طيلة هذه الفترة وحتى اليوم أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية انعكست على واقع السكان أمام مرأة ومسمع العالم الذي لم يعد يحرك ساكنا ما دفع المنظمات الإنسانية بالمطالبة برفعه كون استمراره مخالفا لكل القوانين الدولية لابد من رد فعل حقيقي من قبل الأولى المتحدة ولابد من ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة أنه هو حصار غير قانوني غير أخلاقي غير إنساني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي اتفاقه الجنبي الرابعة وبالتالي المجتمع الدولي يجب أن ينسجم مع كل ما وقع عليه من اتفاقات ويمارس ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي حتى ينتهي الحصار خمسة عشر عاما هي مريرة بالنسبة للسكان بغزة الذين دفعوا فاتورة ما خلفه الحصار ويأملون اليوم أن تزول هذه الحقبة من السنين دون رجعة علهم يعيشون حياة كريمة كباقي الشعوب ينهار قطاع غزة تدريجيا دون وجود أي حلول جذرية تنهي معاناته وتحميه من السقوط فيما يأمل الفلسطينيون أن يحرق تقرير الأمم المتحدة المياه الراكدة ويرفع عنهم الحصار الإسرائيلي كاملا عامر الفراء اليوم قطاع غزة